لقت الحملة الأمنية المشكلة من الشرطة العسكرية والأمن العام والقوات الخاصة وقوات اللواء الرابع مشاد جفلي بمديرية الشمايتين ارتياحا شعبيا كبيرا بين أوساط المواطنين وتمكنت الحملة من تعزيز الأمن والاستقرار وإيقاف بعض الاختلالات الأمنية وضبط المطلوبين الذين تسببوا بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة التربة بفضل بهود القوات الشرعية الممثلة بالشرطة العسكرية مساندة ببعض القوات الخاصة تمكنت من إخراج تلك التقومات والمسلحين من مدينة التربة الذي أفزعت المواطن وشكلت كانت تكاد أن تشكل بأرة صراع قديدة لا داعي لها حصل خلاف حصل قتل مسيك القاتل وصلموا للقهات الرسمية لا داعي كان الاستفزاز لأبناء مدينة التربة أو للشرعية بشكل عام شعر الناس الآن مع تواضد القيش ممثلة تقريباً بالشرطة العسكرية بنوع من الأمان بنوع من الإطمئنان لأن الناس كانوا خائفين بسبب انتشار المسلحين وغياب المؤسسة العمنية الآن من يوم أمس تقريباً حتى اليوم بدأ المواطنين يمارسون أعمالهم يشعرون بالأمان يشعرون بالثقة ما بين المواطن والقيش